اشتركوا في القناة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شغفت به حبا فإن ذكر اسمه تحدر دمع العين يستأذن الخد بسيرته عطرت ظل جوارحي لعل يد الألقاف تستنقذ العبد أرطب حلقي بالصلاة على اسمه فتنقلب الأشواق من حرها بردا فعطروا جمعتكم وليلتها الكريمة بذكر الله جل جلاله والإكثار من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ولعل مجلسنا هذا أيها المباركون في أمة الإسلام أن يكون من مجالس ذكر الله في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة والإكثار من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعقد المجلس الخامسة باعا بفضل الله تعالى من مجالس مذاكرتنا لهذا المختصر الوجيز من سيرته عليه الصلاة والسلام وشمائله العطرة مما دونه الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر كتابه تهذيب الأسماء واللغات مضى معنا في المجالس الأربعة الماضية فصول كان فيها الحديث عن اسمه ونسبه الشريف صلى الله عليه وسلم والحديث عن نبذة موجزة مختصرة للغاية في شأن بعثته ونبوته صلى الله عليه وسلم ثم الحديث بعد ذلك في فصل يتعلق بصفته الشريفة الجميلة الجليلة عليه الصلاة والسلام مجلس الليلة نواصل فيه الحديث عن شمائله وأموره الخاصة به عليه الصلاة والسلام الحديث عن أهل بيته عن أولاده عن أعمامه وعماته عن زوجاته عليه الصلاة والسلام ولا ريب أيها الكرام أن هذا أحد المداخل المعبدة التي تعزز في قلوبنا حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فإنك كلما أحببت شخصا حبا أكبر كنت إليه أقرب واقترابك ممن تحب يجعلك تقف على دقائق شأنه وخصائص حياته فبالله عليكم كيف سيكون حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الواجب أن يكون أعظم الحب فإن كان كذلك فينبغي أن نكون في قربنا منه أشد القرب عليه الصلاة والسلام ليس من نافلة القول ولا من فضول العلم أن نقف على أسماء أولاده وأزواجه وأهل بيته عليه الصلاة والسلام بل هذا من صميم الإيمان أليس محبة آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام واجبة ألسنا نصلي عليهم جنبا إلى جنب مع صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم حين نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فهذا باب ينبغي العناية به وهو قربنا منه عليه الصلاة والسلام باقترابنا من شأنه ومعرفتنا بدقائق أمره وأقرب ذلك وأخصه الحديث عن أهل بيته عليه الصلاة والسلام فهذه فصول مجلس الليلة بعون الله مبتدئين بفصل أولاده صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المؤلف رحمه الله فصل أولاده صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم ثلاثة بنين القاسم وبه كان يكنى ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن سنتين وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله والصحيح الأول والثالث إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمان ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا هؤلاء أولاده البنين صلى الله عليه وسلم فهل حفظتم أسماءهم يا كرام هؤلاء أبناء رسولنا صلى الله عليه وسلم هم ثلاثة القاسم وعبد الله وإبراهيم قال له ثلاثة بنين القاسم وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام فإن كنيته أبو القاسم قال ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن سنتين وسيأتيكم أن كل أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم البنين والبنات توفوا قبله إلا فاطمة الزهراء رضي الله عنها فإنها ماتت بعده وسيأتيكم أيضا أن أولاده البنين من أمنا خديجة رضي الله عنها وهم هؤلاء الاثنان القاسم وعبد الله ماتوا صغارا وكذلك إبراهيم من مارية القبطية رضي الله عن الجميع قال المصنف رحمه الله القاسم وبه كان يكنى ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن سنتين وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله والصحيح الأول إشارة إلى خلاف يذكره بعض أهل العلم في أن من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقال له الطيب ومن يقال له الطاهر فقيل هم اثنان وقيل بلهما واحد يقال له الطيب ويقال له الطاهر والصواب كما رجح المصنف رحمه الله أن الطيب والطاهر لقبان ووصفان لابنه عبد الله لأنه ولد بعد النبوة وهذا على قول وفي قول بخلافه أنه أيضا كان من المولودين قبل النبوة قال رحمه الله والثالث إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمان هذا الوحيد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من أولاده عليه الصلاة والسلام الذين ولدوا بعد النبوة الذين ولدوا في المدينة بعد الهجرة وهو الوحيد أيضا الذي ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فإن أولاده صلى الله عليه وسلم البنين والبنات كلهم من أمنا خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية رضي الله عنها ولذلك قال المصنف ولد بالمدينة سنة ثمان وباقي إخوته من البنين والبنات كلهم ولد بمكة قال ومات بها أي بالمدينة سنة عشر وأما عمر إبراهيم حين وفاته فقال مات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا يعني السنة والنصف تقريبا فسنة ونصف هي عمر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته حزن عليه الصلاة والسلام عند وفات ابنه إبراهيم وقال كما في صحيح البخاري إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون واسترجع صلى الله عليه وسلم قائلا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فرح به النبي عليه الصلاة والسلام يوم ولد وقال ولد لي الليلة ولد وأسميته باسم أبي إبراهيم سماه على اسم أبيه الخليل إبراهيم عليه السلام لكنه مات صغيرا كأخويه السابقين القاسم وعبد الله وقد قال بعض أهل العلم إن من الحكمة الإلهية في ذلك أي في موت أولاده البنين صلى الله عليه وسلم صغارا قبل أن يشبوا ويكبروا حكم عدة منها أن الله عز وجل أعظم الابتلاء لنبيه عليه الصلاة والسلام بفقد الأولاد ولكم أن تتخيلوا أنه فقد أولاده الستة وبقيت فاطمة فقد الستة في حياته وهذا فقد جلل أن يفقد الإنسان وأولاده في حياته صغارا كانوا أو كبارا وكل ذلك وجده نبينا عليه الصلاة والسلام ففقد البنين صغارا وفقد البنات كبارا وهذا من عظيم الابتلاء ولا شك لكنه من عظيم مقام الأنبياء الكرام عليهم السلام عند رب العزة والجلال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فهذا ولا شك من عظيم الابتلاء الذي يعظم به لهم الأجر والجزاء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وحكمة أخرى تتجلى في أن باب النبوة الذي أراد الله عز وجل أن يختمه برسولنا وإمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام أغلقت دونه الذرائع التي قد يتعلق بها بعض البشر عندما تضعف القلوب أو يضعف العلم بها ذلك أن أبناء الذوات وأصحاب المناصب والجاه غالبا ما تتعلق القلوب بهم فأبناء الملوك والسلاطين وأبناء العلماء والأولياء أبناء الأنبياء عليهم السلام قد يكون ذريعة لتعلق القلوب بهم والتفاف الناس من حولهم في الوقت الذي أراد الله أن تختم فيه النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلق هذا الباب لألا يتعلق بهم أحد وتختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من الحكم الإلهية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل فهؤلاء ثلاثة أبناء لرسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام فقدهم ثلاثتهم أطفالا صغارا فقد القاسم وعبد الله بمكة عندما كان في ظل حياته الأسرية مع خديجة رضي الله عنها وفقد إبراهيم بالمدينة سنة ثمان من الهجرة يعني السنة التي انتشر فيها الإسلام وعم فيها الخير وفتحت مكة لكن كان الفقد العظيم بولده إبراهيم أمرا عظيما ومصابا جللا وفي هذا فوق ما توقفنا عليه من المعرفة والعلم بأسمائهم وأعمارهم سلوة أيها المسلمون لقلوب أهل الإيمان من يفقد منهم من يبتلى منهم بفقد الولد فمن أراد أن يتصبر فليتأسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فيه عظيم الأسور فقد ابنا واثنين وثلاثة ولا يزال حامدا صامرا راضيا عليه الصلاة والسلام بل سمعته وهو يقول إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ويسلم أمره لربه سبحانه وتعالى فصلى الله وسلم وبارك على نبينا عليه الصلاة والسلام وكان له صلى الله عليه وسلم أربع بنات زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس وهو ابن خالتها وأمه هالة بنت خويلد ابن خالتها لأن أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فأبو العاص وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد خالة تزوجها أبو العاص زينب ابنة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت وأوذيت في سبيل الله فصبرت على الأذى هذا زوجه أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس وابن خالتها وقد بقي على كفره وشركه حين أسلمت وصدقت بأبيها رضي الله عنها لكنها صبرت فلما خرجت مهاجرة وقد بعث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد هجرته فابتليت في هجرتها بقي زوجها مشركا حتى كانت السنة السادسة من الهجرة فشرح الله صدره للإسلام فجاء المدينة مسلما وتزوج أو وجدد النبي صلى الله عليه وسلم عقده على زينب مرة أخرى إلا أن زينب رضي الله عنها توفيت في السنة الثامنة للهجرة التي توفي فيها أخوها إبراهيم طفلا صغيرا في السنة والنصف تقريبا من عمره كان لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولاد أمامة ولها أيضا علي وأمامة ابنتها جاء في شأنها الحديث في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها فكانت في حياتها أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو فهذه زينب كبرى بناته على قول كثير من المؤرخين وأهل السير أنها كانت مفتتح أولاد رسول الله عليه الصلاة والسلام وقيل بل سبقها القاسم من البنين فكانت هي عقبه والله أعلم وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه فاطمة الزهراء حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أم الحسن والحسين ومحسن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة رضي الله عنهم وعن أمهم وعن أبيهم أجمعين فاطمة الزهراء أول أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاقا به بعد موته صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء التي أشبهت رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحبته وهي الوحيدة الباقية من أولاده حتى مماته عليه الصلاة والسلام سيرتها عطرة وشأنها عظيم وقد فضل الإسلام مكانتها ورفع قدرها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات يعني على القول الصحيح أنها هي وأخواتها مولودات جميعا قبل أن تنزل النبوة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تقدم أنها رضي الله عنها ممن عاش بعده عليه الصلاة والسلام وإن كانت مدة صغيرة قيل إن فاطمة أصغر من أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم وقيل بل هي بين زينب وأم كلثوم والفرق بين هذا وذاك يسير والقول فيه قريب عند أهل العلم ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج رقية ثم أم كلثوم وتوفيتا عنده ولهذا سمي ذا النورين توفيت رقية يوم بدر في رمضان سنة اثنتين من الهجرة وتوفيت أم كلثوم في شعبان سنة تسع من الهجرة رقية وأم كلثوم رقية رضي الله عنها أصغر من زينب بثلاث سنوات تقريبا كما يقول بعض أهل العلم هي أيضا أسلمت مع أبيها صلى الله عليه وسلم تزوجها أولا عتبة بن أبي لهب ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالدين الحق ودعى الناس إليه وتصدر أبو لهب بالكفر والعناد والحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابنه عتبة بتطليقها فطلقها فكان خيرا لها رضي الله عنها فهو ابن عمها إذن عتبة بن أبي لهب فلما طلقها تزوجت بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فأبدلها ربها جل جلاله برجل إمام من آئمة المسلمين بل وخليفة من الخلفاء الراشدين من السابقين إلى الإسلام والعشرة المبشرين وكانت في صحبتها بزواجها من عثمان رضي الله عنه قد نالت المناقب فهاجرت الهجرتين إلى الحبشة أولا ثم إلى المدينة فكانت من الصحابة القلائل الذين ظفروا بهذه المنقبة مرضت رضي الله عنها وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة بدر فماتت في مرضها ولذلك تخلف عثمان رضي الله عنه عن غزوة بدر لأنه كان يرافقها ويطببها فتخلف عن غزوة بدر لهذا السبب والذين يشنعون إفكا وعدوانا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بعدم شهوده غزوة بدر يتجاوزون مثل هذا الموقف العظيم الذي كان منه لزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفيت أكرمه الله عز وجل أكرم عثمان بن عفان رضي الله عنه بالزواج من أم كلثوم البنت الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو كنية لها أم كلثوم قيل هو اسمها ولا يعرف لها في الأخبار والسير اسم آخر فهو كما تقول في الأسماء التي تحمل صيغة الكنية كأبي بكر وأم كلثوم علم فأصبح اسما تزوجها عثمان رضي الله عنه بعد وفاة أختها رقية ومن هنا لقب الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه بذن نورين لأنه ظفر بالزواج من اثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفيت أم كلثوم سنة سبع وقيل سنة تسع من الهجرة ولم تنجب لعثمان رضي الله عنه ولدا ورقية رضي الله عنها تقدم أنها ماتت في السنة الثانية من الهجرة فكان بين وفاة الأختين عند الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ما يقارب السبع سنوات على قول أو خمس سنوات على القول الآخر فهؤلاء إذن أربع بنات يا أمة الإسلام لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا وثلاثة أبناء تقدم ذكرهم القاسم وعبد الله وإبراهيم فاحفظوا أسماءهم وأسماءهن وحفظوهم لأولادكم وبنيكم وبناتكم وانشروا هذا فإنه والله من القرب الشديد برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نستحث فيه القلوب لتستجمع حبها لأعظم من يجب أن تتوفر في القلوب دواعي المحبة له عليه الصلاة والسلام واعلموا أن اقترابنا من سيرته بمعرفة أولاده عليه الصلاة والسلام يزيدنا منه قربا وله عليه الصلاة والسلام حبا بل والله إننا لنجد القلوب التي تشتغل بمن تحب تقتريب أكثر من ذلك القرب ولست بحاجة إلى أن أقول إن جيلنا من الشباب والفتيات لما اقتربت قلوبهم وتعلقت ببعض الأسماء اللامعة من بعض المشاهير هنا وهناك اقتربوا لمعرفة أخبارهم ومتابعة دقائق حياتهم فيعرفوا مسكنه وأسرته وأولاده بل حتى لباسه وطعامه وشرابه والله ليس أحد أولى بأن يكون له في القلوب المساحة الوافرة من الحب الكامل أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يستدعي لا محالة أن نكون أكثر قربا واقترابا واغترافا وإحاطة بشأنه الدقيق الجليل الصغير الكبير عليه الصلاة والسلام لأننا بذلك والله نزيد في ترسيخ جذور هذه المحبة وتعميقها ونكتسب بذلك مزيدا من القرب الوافر الكريم الذي نحن والله أول من نجني ثمراته حبا وطاعة وإيمانا برسول الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام فالبنات أربع بلا خلاف والبنون ثلاثة على الصحيح إشارة إلى أن البنات لم يرد فيهن خلاف في العدد ولا في الأسماء زينب رقية أم كلثوم فاطمة رضي الله عنهم عنهن جميعا أما البنين فقد تسقدم أن الخلاف في الطيب والطاهر هل هما ابنان أم هما ابن واحد أم هما لقبان لولده عبد الله والصواب هذا ولذلك قال والبنون ثلاثة على الصحيح نعم وأول من ولد له القاسم ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وجاء أن فاطمة رضي الله عنها أسن من أم كلثوم هذا ترتيب أولاده عليه الصلاة والسلام من حيث السن وتقدم الولادة قال أول من ولد له القاسم ثم البنات زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة ثم يأتي بعد ذلك عبد الله الذي ولد بعد النبوة ويأتي بعد ذلك في المدينة سنة ثمان من الهجرة أو سنة ست من الهجرة ابنه إبراهيم وهذا الترتيب كما قال هو على الصحيح أو هو على القول أحد الأقوال إنما في الغالب أن القاسم على قول أنه أكبر أولاده وفي الآخر أن زينب ولدت قبله فأيا كان ترتيب البنات زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة نعم وجاء وجاء أن فاطمة رضي الله عنها أسن من أم كلثوم يعني أكبر منها سنا أي ولدت قبلها نعم ذكر ذلك علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الحافظ الإمام بن حزم الإمام الفقيه الظاهري المحدث المؤرخ رحمة الله عليه ثم في الإسلام عبد الله بمكة ثم إبراهيم بالمدينة أي ثم ولد في الإسلام ابنه عبد الله بمكة ثم إبراهيم بالمدينة إذن فقد تقدم أن ستة من أولاده السبعة هم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ولم يرزق صلوات الله وسلامه عليه ولدا من غيرها وهذا من مناقبها رضي الله عنها وأرضاها وبذلك أفصح صلى الله عليه وسلم حين ذكرها وعدد مآثرها وخيرها فقال إنه لم يرزق الولد من غيرها إلا إبراهيم ومع ذلك فأم إبراهيم جارية تسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مارية القبطية وليست زوجة له عليه الصلاة والسلام هذه واحدة والأخرى أن أولاده الستة من خديجة رضي الله عنهم جميعا وهم القاسم وعبد الله وزينب وروقية وأم كلثوم وفاطمة السبعة ولدوا بمكة لكن الفرق أن كلهم إلا عبد الله ولد قبل النبوة وعبد الله ولد بعدها ولك أن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قد تزوج بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي في سن الأربعين على ما هو الصحيح والمشتهر فإذا كانت قد ولدت أولاده بعد سن الأربعين رضي الله عنها وإذا كان عبد الله قد ولد بعد النبوة فيعني ذلك أنه بعد زواجها بأكثر من خمسة عشر عاما أي تجاوزت الخامسة والخمسين فرضي الله عنها وأرضاها ورفع في الجنة منزلتها وأكرمنا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة والشرف برؤيته وشفاعته عليه الصلاة والسلام وكلهم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر على الأصح الأشهر على الأصح الأشهر يعني في تحديد المقدار الذي فصل بين وفاتها ووفاة أبيها عليه الصلاة والسلام هو ستة أشهر وقيل دون ذلك وقيل أكثر من ذلك لكن الذي لا خلاف فيه أنها ماتت بعده رضي الله عنها وبذلك أسر إليها صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه وهو يحتضر فأسر إليها بكلمة فبكت ثم أسر إليها ثانية فضحكت فكتمت هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبرتها واستنطقتها أخبرتها رضي الله عنها أنه أسر إليها في المرة الأولى بأنه لاحق بربه في الرفيق الأعلى فبكت رضي الله عنها ثم أسر إليها ثانية أنها أول أهله لحوقا به فضحكت وبشرها صلى الله عليه وسلم وهي في عداد أفضل نساء الأمة بل أفضل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها ومناقبها عظيمة شهيرة جليلة حسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنها بضعة منه عليه الصلاة والسلام فصل أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم لما فرغ المصنف رحمه الله من الحديث عن أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الحديث عن عصباته وأول ذلك الحديث عن الأعمام والعمات إذن بدأ بذكر النسب الوالدين ثم بذكر نبذة من أزواجه واقتصر على زواجه بخديجة رضي الله عنها وانتقل إلى الأولاد والآن يأتي الحديث عن الأعمام والعمات وسيعقد فصلا مختصا أيضا بالزوجات رضي الله عنهم جميعا أعمامه صلى الله عليه وسلم أحد عشر أحدهم الحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب عبد المطلب وبه كان يكنى وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب وعبد الكعبة وحجل وحجل بحائم مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة وضرار والغيداق هؤلاء أحد عشر رجلا من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يعرف الكثير من أهل الإسلام إلا أربع من هذه الأسماء المذكورة وهم الأربعة المشهورون اثنان مشهوران في الإسلام واثنان مشهوران بغير الإسلام أما المشهوران بالإسلام فحمزة والعباس رضي الله عنهما حمزة أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام والعباس عمه وابن ووالد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والاثنان المشهوران في غير الإسلام أبو طالب الذي تربى في حجره ونشأ وبلغته الدعوة وقام بدين الله وهو في كفالته وحمايته وأبو لهب الذي اشتهر بعداوته وفيه نزلت السورة القرآنية المعروفة بسورة المسد وفيها التوبيخ والتقريع والذن تبت يدا أبي لهب وتب هؤلاء الأربعة المشهورون غالبا لكنهم في عدادهم أحد عشر عم من من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولاد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبرهم الحارث وهي كنية عبد المطلب إذ كان يكن بأبي الحارث وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب وعبد الكعبة وحجل وقد ضبطها المصنف النووي رحمه الله بقوله بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة قال في الأخيرين وضرار والغيداق فهذه أسماء أعمامه عليه الصلاة والسلام أسلم منهم حمزة والعباس وكان حمزة أصغرهم سناً لأنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العباس قريب منه في السن وهو الذي كان يلي زمزم بعد أبيه عبد المطلب وكان أكبر سن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين خص من أعمامه الأحد عشر بالذكر في التفصيل على إيجاز في كلام المصنف خص منهم هذين الصحابيين الكريمين حمزة والعباس رضي الله عنهما قال كان حمزة أصغرهم سناً يعني أصغر أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رضيعه نعم فقد كان أخاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقيل إن أمه بالرضاعة التي أرضعته معه ثويبة مولاة أبي لهب وهي من مرضاعاته عليه الصلاة والسلام قال ثم العباس قريب منه في السن أكبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين وهو الذي كان يلي زمزم بعد أبيه عبد المطلب يعني لما مات عبد المطلب وتوزع بنوه أعباء الشرف بأمر الكعبة والبيت الحرام منهم من كان مسؤولاً عن الرفادة ومنهم من كان مسؤولاً عن السقايا ومن كان مسؤولاً عن الحجابة والسدانة ونحوها فكان حمزة رضي الله عنه عفواً كان العباس رضي الله عنه قائماً على أمر السقاية بزمزم فكان يتولى زمزم بعد أبيه عبد المطلب أن يقوم على سقايتها وصورة ذلك أن بئر زمزم التي تبعد عن الكعبة أمتاراً معدودة كان يقف الناس عليها يستقون من فم البئر مباشرة إلى عهد قريب فكان يدل الدلو ويستخرج الناس منه الماء ثم لما تطورت الأمور وتنظمت الأحوال بالمسجد الحرام وترتيبات البيت الحرام وخدمته في هذا العهد المبارك الزاهر زال إغلاق فم البئر وتحولت المسألة إلى ترتيب وتقنية يستقي منه الناس ماء زمزم مبرداً ومهيئاً على أحسن ما يكون فلما كانت الناس تستقي من فم البئر مباشرة كان ولابد أن يقف على البئر من يتولى الترتيب والتنظيم وكانت هذه مهمة السقاية التي تتولاها قريش وتتوارثها كابراً عن كابر لشرف القيام بهذا العمل في قرب بيت الله جل جلاله عند الكعبة المعظمة وقد كان العباس وأولاده قائمين على هذا الأمر يعني سقاية الناس بزمزم لاسيما في المواسم ولذلك فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع وجاء عند الكعبة وطاف جاء يستسقي عليه الصلاة والسلام فأتى وعمه العباس عند زمزم فقال اسقني فالتفت العباس إلى أحد بنيه فقال له انطلق إلى أمك فأتني بشراب من عندها يعني من البيت أراد أن يقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شراباً طيباً مبرداً مهيئاً أحسن وألطف وأطيب مما يستقي الناس منه في البئر فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام فقال اسقني يعني أراد أن يشرب من البئر فلما كرر مرتين أو ثلاثاً ناوله فشرب عليه الصلاة والسلام ثم أشاد بشرف السقاية قائلاً لهم اعملوا بني عبد المطلب فإنكم على عمل صالح يعني السقاية على زمزم فقال ولولا أن تغربكم الناس لأخذت هذا الحبل فجعلته على عاتقي وسقيت معكم أراد أنه لولا خشية هذا الأمر لأخذ الحبلة واستقى به دلو من بئر زمزم فخشي أن يتتابع الناس في الأمة على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فيزاحمون بني عبد المطلب شرف السقاية فتأخذ من أيديهم بطريق غير مباشر هذا شيء من الإلماحة عن مقام حمزة والعباس رضي الله عنهما أسلم العباس قديماً بمكة وأخفى إسلامه على القول الصحيح عند المؤرخين حتى فتحت مكة وأما حمزة فأسد وجند من جنود الله أسلم مبكراً وقد كان إسلامه نصراً بمكة وعزاً بها وهو يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويجهر بإسلامه كيف لا وهو أحد أشراف قريش وساداتها بل حسبكم أنه ابن عبد المطلب فلما كانت الهجرة هاجر ثم كان له الموقف العظيم والمشهود يوم أحد في غزوة عظيمة شهدتها ملائكة السماء نصرةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل شهيداً رضي الله عنه غدراً وخياناً بحربة وحشي بن حرب في القصة المعروفة التي طلبتها هند بنت عتبة فمات شهيداً رضي الله عنه وحزن النبي عليه الصلاة والسلام أيما حزن على فراق عمه حمزة ولا يزال معروفاً بهذا اللقب الكريم في سيرة الإسلام إلى يوم الناس هذا وأنه سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه وعماته صلى الله عليه وسلم ست صفية أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنها وهي أخت حمزة لأمه عمات النبي عليه الصلاة والسلام ست وقد تقدم أن أعمامه أحد عشر وهو يقارب النصف تقريباً فعدد أعمامه ضعف عدد عماته أما العمات فأشهرهن صفية رضي الله عنها كيف لا تكون شهيرة وهي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية رضي الله عنها أسلمت وهاجرت وكان لها من المواقف العظيمة والمشهودة وهي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبكم أنها بنت عبد المطلب سيد سادات قريش أسلمت وهاجرت توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه بالمدينة هي أخت حمزة بن عبد المطلب لأمه رضي الله عنها وأرضاها نعم وعاتكة قيل إنها أسلمت وهي التي رأت رؤيا غزوة بدر وقصتها مشهورة عاتكة بنت عبد المطلب ثاني عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف قيل إنها أسلمت يشير إلى الخلاف بين المؤرخين وأهل السير في إسلامها رضي الله عنها وأرضاها هي التي رأت رؤيا غزوة بدر قال المصنف وقصتها مشهورة وملخص ذلك أنها رأت رؤيا مفزعة بمكة قبل الهجرة وذلك في إرهاصات وبوادر غزوة بدر ببدر وملخصها أنها لما رأت الرؤيا المفزعة أرسلت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب تنشوده عن شأن الرؤيا وموجز الرؤيا أنها رأت راجلا أو راكبا في الرؤيا مقبلا على بعير له يستصرخ الناس وينادي بهم بأعلى صوته في الأبطح وهو في ضواحي مكة يا لو غدر يا لمصارعكم في ثلاث يحذر بأنه في ثلاثة أيام سيكون مقتلة ويكون شأن عظيم ويكون مصرع كبير ثم تبعوه إلى المسجد ثم ظهر به بعيره على الكعبة ثم استصرخهم مثل المرة الأولى ثم ظهر به بعيره على جبل أبي قبيس وهو من الجبال المطلة على الكعبة فأرسل عليهم صخرة فتفتتت فما بقي بيت في مكة إلا دخله منها أي من فتاة الصخرة التي تحطمت كانت هذه الرؤية التي رأتها فأخبرت بها العباس وتحدث بها بعض آل عبد المطلب كانت سببا في تثبيط أبي لهب عن الخروج لبدر وتقاعسه لما شعر أنها رؤية شؤم فيها من التعبير ما يعني المصرع والقتل الذي سينالهم وهكذا كان نصرة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم وهي البيضاء بقية العمات الست غير صفية وعاتكة برة وأروى وأميمة وأم حكيم وهي المشهورة بالبيضاء فهؤلاء عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ست صفية وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم والأعمام قد تقدم أنهم أحد عشر الحارث وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب وعبد الكعبة وحجل وضرار والغيداق قيل الغيداق سمي بذلك لأنه كان جوادا كثير البذل والعطاء وإطعام الناس الطعام فسمي بالغيداق يعني من الإغداق الذي فيه فيض الكرم وبذل وعطاء وجود كبير هؤلاء أحد عشر عمًا وست عمات لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم هذا تتمة للحديث عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعقبه المصنف بالموالي والخدم لتقف على صورة عن قرب عن كثب تقترب أكثر من حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وها أنت ذا عرفت الأعمام والعمات المسلم وينهم والكافر وأنت عرفت الأولاد البنين والبنات فهؤلاء أمهاتك عبد الله هؤلاء زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي وأمك من فينا الذي يجهل اسم أمه فإذا سئل نسي أو تناسى مثل هذا لا يليق هؤلاء أمهاتنا حريوا بنا أن نعرفهن وأخبارهن وشأنهن أما إن الفصل هذا موجز مختصر مقتضب تماما ليس فيه التعرض لأخبارهن ولا سيرهن وإني والله لأوصي وأنصح وأشدد الحرص على أن يكون لنا إقبال وأن يكون لنا اغتراف أكبر في شأنهن فوالله مختارهم رب العزة والجلال مختارهن الله عز وجل زوجات لنبيه عليه الصلاة والسلام يشاركنا حياة النبوة إلا لفضل وشرف وخير ومنقبة أفلا نستدل وندل أولادنا من ورائنا البنين والبنات على هذا الخير في الحياة الأسرية لهذا البيت الطاهر لهؤلاء الزوجات الكريمات أعظم زوجات في التاريخ على وجه الأرض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أيها الله وأعطر سيرة وأجمل بيت أسري عرفته البشرية بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الزوجات ركن من أركان بيت النبوة بل هو ركنه الأعظم هو عموده الأكبر اقترابنا من أزواجه عليه الصلاة والسلام مع أن المصنف هنا لم يتجاوز ذكر الأسماء فقط والتعداد وذكر من مات قبلها وماتت قبله ليس أكثر من ذلك لكن والله الحاجة يا أمة الإسلام أكبر من هذا بكثير وهناك متسع والمصنفات في هذا حافلة ولو فتحتم أي كتاب من كتب سير الصحابة وأخبارهم لو وقفتم على نبذة لطيفة وعلى سيرة عطرة مشرقة لكن المصنف رحمه الله اقتصر على هذا القدر الذي سنقرأه الآن نعم أولاهن خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة وأم حبيبة وأم سلامة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية وسنذكروهن في تراجمهن إن شاء الله تعالى نعم قال أولاهن خديجة يعني في الترتيب ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة وأم حبيبة وأم سلامة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية فهؤلاء عشر وهن إحدى عشرة فات المصنف رحمه الله أن يذكر أم المساكين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها هؤلاء إحدى عشرة امرأة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيه دلالة على اجتماعهن الإحدى عشرة زوجة في وقت واحد في عصمته عليه الصلاة والسلام بل حسبكم أن تعلموا أن خديجة رضي الله عنها لم يشاركها في حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرة منهن قط فكلهن لم يتزوج بهن إلا بعدها رضي الله عنهن جميعا فإذا ليس المقصود بهذا العدد اجتماعهن في آن واحد بل المقصود من شرفها الله بالزواج من نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم قال أولهن خديجة تزوجها وقد علمتم طرفا ونبذة من سيرتها العطرة وتقدم أيضا فيما سبق في كتاب الخصائص في غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بنبذة أوسع من ذلك فيما ذكره ابن الملقن رحمه الله هناك ثم سودة وهي أيضا من أوائل من تزوجها بمكة تزوجها بعد أمنا خديجة رضي الله عنها وكانت أول زوجة بعد خديجة تزوجها بمكة بل لم يتزوج امرأة أخرى سوى خديجة وسودة بمكة رضي الله عنهن جميعا ثم عائشة تزوج بها بمكة أو عقد ثم بنى بها بالمدينة ثم حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث من بني المصطرق وصفية هؤلاء صفية بنت حيي بن أخطب إذا أضفنا إليهن زينب بنت خزيمة فإنهن رضي الله عنهن جميعا زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيهن من الأسماء المكررة إلا زينب وهما ثنتان زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وعندك من بناته صلى الله عليه وسلم زينب أيضا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ربيبة هي زينب بنت أم سلمة تزوجها وهي في حجر أمها فهؤلاء أربع زينب كن في بيته عليه الصلاة والسلام لذلك جاء في الحديث أن زينب لما ذكرت عنده قال أي الزيانب فهؤلاء زوجات رسول الله عليهن رضوان الله وصلى الله وسلم وبارك عليه وقد قال المصنف هنا وسنذكرهن في تراجمهن إن شاء الله تعالى يقصد الكتاب الأصل الذي استلت منه هذه السيرة المختصرة وهو كتاب تهذيب الأسماء واللغات فإنه معقود لذكر التراجم والتعريف وكلما مر رسم عرف به بإيجاز فترك رحمة الله عليه الإمام النووي ترك التفصيل في ذكر الأسماء وما يتعلق بهن من المناقب إلى موضع ذكرهن في التراجم بحسب ترتيبه في الكتاب رحمه الله تعالى وهؤلاء التسع بعد خديجة توفي عنهن ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها ولا تزوج بكرا غير عائشة هؤلاء التسع وإذا استدركت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ستقول هؤلاء العشر بعد خديجة توفي عنهن يعني لم يمت أحد منهن في حياته صلى الله عليه وسلم إلا زينب بنت خزيمة فإنها مكثت عنده شهرين أو ثلاثة ثم توفيت رضي الله عنها لم يمت أحد من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هي طبعا وخديجة قبلها بمكة وهذا من المفردات التي يحسن تعلمها والوقوف عليها بشأن أزواجه عليه الصلاة والسلام قال لم يتزوج في حياة خديجة غيرها وهذه أيضا من المفردات التي يحسن ضبطها ولا تزوج بكرا غير عائشة هذه أيضا مفردة ثالثة يحسن ضبطها يا أمة الإسلام إذن نعيدها كل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين بعده إلا اثنتان خديجة في مكة وزينب بنت خزيمة بالمدينة الفائدة الثانية كل زوجاته رضي الله عنهن وصلى الله وسلم وبارك عليهن كن ثيبات إلا عائشة وحدها فإنها تزوجها بكرا رضي الله عنهن لجميعا فائدة ثالثة في حياة خديجة رضي الله عنها لم يتزوج امرأة سواها وأما تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم فكان بعد ممات أمنا خديجة رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين وأما اللاتي فارقهن صلى الله عليه وسلم في حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن اللاتي فارقهن يقصد أن هناك من النساء من تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقد عليها لكنه سرعان ما فارقها إما يوم الدخول أو أثناء المسير إليه أو غير ذلك وفي هذا تفاوت كبير عند المؤرخين وأرباب السير في تعدادهن في ذكر أسمائهن في التداخل في قصص بعضهن في عد بعضهن المرأة الواهبة لنفسها وفي عد بعضهن ذات العيب التي طلقها لكشح أي بياض رآه في وسطها للثالثة المستعيذة التي قالت إني أعوذ بالله منك فقال لها لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك على التفاوت الكبير لكن الصحيح الثابت أنه كان في حياته عليه الصلاة والسلام غير هؤلاء الزوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لكنهن لم يظفرن بشرف الزوجية والانتساب لآل بيته عليه الصلاة والسلام ولعدم الضبط في عددهن وأسمائهن على وجه يقطع بالجزم بصحته قال المصنف رحمه الله في عبارة مركزة مختصرة قال أما التي فارقهن في حياته صلى الله عليه وسلم فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن وأحسن المصنف رحمه الله في هذا فإن الاختلاف فيهن كبير قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وأما اللوات اختلف فيهن ممن ابتنى بها وفارقها أو عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يتم له العقد منها فقد اختلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافا كثيرا يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهن ولهذا قلت إن المصنف رحمه الله أحسن لما تجاوز ذلك بقوله تركناهن لكثرة الاختلاف فيهن وكانت له سريتان مارية وريحانة بنت زيد وقيل بنت شمعون ثم أعتقها هؤلاء فنتان من الجواري الجارية إذا وطئها سيدها أصبحت سرية لأنها أصبحت أم ولد فإنه بمعاشرتها تحمل من سيدها فيكون لها من الحكم المختص بها عن سائر الجواري والإماء أن تكون سرية ومعنى سرية الأمى التي تحل في البيت قيل سميت سرية لأن الإنسان يسر معاشرتها عن زوجته كما في الصحاح للأزهري ثم تاني سريتان لرسول الله عليه الصلاة والسلام مارية القبطية وهي أم ولده إبراهيم وتقدم ذكرها والثانية ريحانة بنت زيد وقيل بنت شمعون أعتقها وهي من بني النظير من اليهود أسلمت رضي الله عنها وأرضاها روينا عن قتادة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة فدخل بثلاث عشرة وجمع بين إحدى عشرة وتوفي عن تسع هذا إيجاز في عدده بعض القول المأثور عن أهل العلم قال قتادة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة والمقصود بالتزوج هنا العقد ولذلك قال دخل بثلاث عشرة إذن ذهبت ثنتان كتب العقد فلم يتم الدخول أو لم يتم أمر الابتناء بها والتي دخل بهن ثلاث عشرة امرأة لم يجتمعن في آن ولذلك قال وجمع بين إحدى عشرة فاجتمع له في آن واحد في أقصى ما يكون العدد إحدى عشرة امرأة رضي الله عنهن جميعا قال وتوفي عن تسع إذن وثنتان توفين قبلها كما تقدم قبله وهن خديجة في مكة وزينب بنت خزيمة بالمدينة وقد اجتهد أهل العلم في ضبط وتحرير أسماء أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك رسالة تسمية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده لأبي عبيدة وأكتب التواريخ وتراجم الصحابة كالاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر والإصابة في أسماء الصحابة لابن حجر وأسد الغابة في رجال الصحابة لابن الأثير وغيره كثير مما حرره أهل العلم ضبطا لهذا الباب من سيرة وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم شغفت به حبا فإن ذكر اسمه تحدر دمع العين يستأذن الخد بسيرته عطرت ظل جوارحي لعل يد الألطاف تستنقذ العبد أرطب حلقي بالصلاة على اسمه فتنقلب الأشواق من حرها بردا عطر جمعتكم بذكر الله عز وجل والإكثار من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولنا في تتمة هذه المجالس بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى فنسألك يا رب علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم فاجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى إمام الهدى وسيد الورى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين